خش على الألعاب الأخرى في النادي الأهلي هنبدأ بأخبارنا النهاردة أخبارنا النهاردة كابتن مارو عيد كابتن مارو عيد أحد النجوم وكابتن النادي الأهلي ونجمة منتخب مصر سابقا وهي دلوقتي كابتن نادي نيس في فرنسا أصيبت في مباراة مع نادي نانت كان الجولة الاثناشر مع نادي نانت هو كابتن مارو بتلعف نادي نيس تالت الدوري الفرنسي ونانت كان خامس الدوري الدوري ده دوري قوي جدا دوري أبطال العالم هم فرنسا بطل العالم وفرنسا بطل أوروبا وفرنسا في الأولمبيات متواجدة يعني دوري قوي هو رقم واحد في العالم تقريبا مروة خرجت بعد ديئة تقريبا 15-16 شوط التاني كان فرقتها كسبانا نادي نانت 7 تجوان الماتش خلص كام 22-21 فرق جون واحد مروة عيد تعمل فرق 6 تجوان مع فرقتها مروة نحن بنتمنى لها طبعا الشفاء العاجل ان شاء الله هيتعرض يوم الثلاثة اللي جاي على الدكتور طقم دكاترة هيتعرض عليها يوم الثلاثة بإذن الله نتمنى انها ما يوصلش لعملية لان لو وصلت لعملية هتقعد تقريبا شهرين شهر نص شهرين بعيدة عن الملاعب نتمنى لها الشفاء العاجل ونتمنى لها العودة سريعا لانها عندها أمنية في حياتها هي قالتها هنا نفسها تلعب دوري أبطال أوروبا هي تالت الدوري ومروة وجود مروة فريق نادي نيس كابتن نادي نيس يوصلوا لي تاني الدوري أو أول الدوري كلهم من ناتنا طيب أمار وان شاء الله بإذن الله تقومي بالسلامة في أسرع وقت تاني بطل عندنا أو تاني خبر كمان كابتن مصطفى عسل نجمنا اللي قدري يكسب بطولة بريطانيا المفتوحة في تحت عزيز السنة لسه كسبها كسب نيكول وول الإنجليزي على أرضه وفوست جماهيره المبارسة الثلاثة الثلاثين دقيقة كسب تلاتة واحد كسب حداشر أربعة وحداشر سبعة وخسر الشروط التالي حداشر أربعة لكن قدري يعوض في الشروط الرابع حداشر خمسة وفاز ببطولة بريطانيا المفتوحة مصطفى عسل ما شاء الله عليه ماشي في إطار كويس جدا كسب أولمبياد في الأرجنتين شباب وبطولات كتيرة للمصطفى عسل إن شاء الله قريبا حيكون يتوج من داخل العشرة أو داخل الخمسة على العالم هنروح لآخر خبر النهاردة معنا سيدات الأهلي لكرة السلة كسبوا نادي مصر للتأمين كسبوا 92-72 تالت جولة في بطولة السوبر في السيدات كان أول جولة نادي الأهلي خسر من نادي هليوبلس لكن قدري يعوض للجولة الثانية وفاز على مصر التأمين بفارق 20 بنت هو ده النادي الأهلي هي دي سيدات نادي الأهلي اللي احنا كلنا عارفينها وعاعدين عليها وحطين عليها أمال كتيرة إن شاء الله تحقق ربعية الموسم ده بإذن الله